بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الآية فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس وأهليهم وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف وكذلك تنازع في النفقة نفقة الزوجة والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد فهذا صلة الكلام المتقدم فيما يتعلق بمن فعل محظوراً لحاجة وبين المصنف أن عليه فدية فصل استطراداً في الفدية وبين أن الفدية هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في القدر والكمية ثم عرج إلى هل تحديد المطعم جنس المطعم جاء به النص أم أنه يرجع به إلى العرف وذكر في ذلك قولين قال والراجح في هذا كله أي في الفدية في إطعام الفدية وفي إطعام الإطعام في النفقات الراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف فيطعم كل قوم ما يطعمون أهليهم ثم أجاب عما جاء أن كعب بن عجرة أطعم تمر قال رحمه الله ولما كان ولما كان كعب بن عجرة نحوه يقتاتون التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقاً من التمر بين ستة مساكين والفرق ستة عشر رتلاً بالبغدادي وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظوء قبله وبعده ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها وإذا لبس ثم لبس مراراً ولم يكن أدى الفدية أجزات فدية واحدة في أظهر قولي العلماء هذا ما يسمى بالتداخل وما ذكره الصحيح رحمه الله أنه إذا لم يفعل الفدية لا لأجل أن يرتكب أو أن يكذر محظوراً إنما توافق أنه لم يفعل الفدية وكرر المحظور فإنه لا يجب عليه إلا فدية واحدة نعم وهذا كله استطراد فيما يتعلق بما إذا فعل محظوراً من المحظورات للحاجة ثم انتقل إلى ما يتعلق بالتلبية أقول رحمه الله فصل فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جازك ما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها وإن أحرم بعد ذلك جاز طيب هذا فيه بيان مشروعية التلبية عند الإحرام والتلبية هي قول لبيك اللهم لبيك والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في كلمة المصنف رحمه الله في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقد جاء هذا في الصحيحين وغيرهما من حديث بن عمر وغيره إن زاد على ذلك في التلبية ذكرا وتعظيما وتمجيدا فذاك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأقره ولم ينكر على من زاد في التلبية لكن سنة أن يلزم المؤمن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال رحمه الله وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج إلى آخره جازا كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله يسمعهم فلم ينههم وكان هو يداوم على التلبية وهذا نوع من الإقرار يفيد القبول لكنه لا يفيد السنية الإقرار الذي يفيد القبول هو أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكت عنه فلا يذكر له فضلا ولا يفعله أما إذا فعله أو ذكر له فضلا فعند ذلك يكون سنة وهذا الإقرار يخفى على كيف من الناس إذ إنهم يعدون الإقرار سنة مطلقا وهنا تفصيل ذاك أن هذه التلبية سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها لكن لم يذكر فيها فضيلة ولم يقلها فدل ذلك على أنها جائزة أذن بها صلى الله عليه وسلم ليس الإذن هنا أيضا مقصورا على عين ما ورد بل يدخل في ذلك كل ما يكون من جنس ما ورد من التلبيات التي تتضمن تعظيم الله تعالى فلو قال لبيك يا ذا الحمد يا ذا المجد يا ذا الفضل يا ذا العطى يا ذا الإحسان لبيك يا رب كل ذلك مما يندرج في ما قاله المصنف رحمه الله ثم قال وكان هو يدوم على تلبية ثم بين متى تشرع التلبية قال ولبي من حين يحرم أي من وقت إحرامه تشرع التلبية على كل أحواله سواء كان سواء ركب دابة أو لم يركبها وإن أحرم بعد ذلك جاز إن أحرم بعد ذلك أي بعد ركوب الدابة يعني يكون تلبية هو إحرامه قابل لكن إن أحرم بعد ركوب دابته جاز ثم بين معنى التلبية أقول رحمه الله والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته والمعنى إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة لا نزال على ذلك هذا معنى التلبية التلبية هي إجابة دعوة الله تعالى فقول المقائل لبيك اللهم لبيك أي أجيبك إجابة تعقبها إجابة فهي إجابة دائمة مستمرة وقد اختلف أهل العلم في كلمة لبيك هل هي مثنات أو مفردة فذهب جمهور أهل اللغة إلى أنها مثنات تثنيت لبب فلبيك مثنى لبب وقيل بل إن لبه مفردة والياء هنا منقلبة عن الألف لاتصال الضمير بها على نحو ما هو معهود في إليك وعليك أصلا على وإلى فلما اتصرت بالضمير قلبت ياء والصواب الذي عليه الجمهور وأنها للتثنية والتثنية تفيد هذا المعنى الذي ذكر مصنف رحمه الله منه الدوام والاستمرار دوام التلبية ودوام الإجابة واستمرارها نعم ثم قال والتلبية والتلبية شعار الحج فأفضل الحج العج والثج فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدي قد جعل ابن عباس وغيره أنها زينة الحج زينة الحج نعم وهي التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم رسكه وأظهره كما جاء في حديث جابر في صفة حجه ولم يزل ملبيا كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله ولهذا يستحب ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها ويستحب الاكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق وكذلك إذا فعل ما نهي عنه وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن هذا الذي ذكره رحمه الله تضمن مسألته المسألة الأولى استحباب التلبية للرجال والنساء على اختلاف في صفة الاستحباب فالرجل يستحب له رفع الصوت بها ورفع الصوت إظهاره وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد كما في الصحيح من حديث جابر والإهلال رفع الصوت بالتلبية الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية وجاء في الصحيح من حديث جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج نصرخ أي نرفع أصواتنا بالتلبية بالحج لبيك حجا لبيك حجا أو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كل هذا يصدق على الصراخ بالحج الذي ذكره أبو ذر وجابر وغيرهما قال رحمه الله بحيث لا يجهد نفسه حد ذلك أن لا يلحق نفسه ضررا وإجهادا وأما المرأة قالوا المرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها أي السنة في تلبية المرأة أن تكون أيضا كالرجل مستحبة من حيث الحكم لكن من حيث الصفة لا ترفع رفع الرجل تسمع رفيقاتها لما قد يصاحب ذلك من الفتنة بصوتها أو ما أشبه ذلك لكن يستحب لها رفع صوتها بالتلبية بالقدر الذي تسمع من حولها ثم ذكر متى تستحب القدر الذي تستحب التلبية منه قال الإكثار يستحب الإكثار منها ويتأكد ذلك عند اختلاف الأحوال يعني عند تغير حال ومثل لذلك بأمثل أجبار الصلوات وإذا صعد نجزا إلى آخر ما ذكر من الأحوال وكذلك إذا فعل ما نهي عنه أي إذا وقع في محظور فإنه يستحب له أن يلبي لماذا؟ لأنه يذكر نفسه بما عقد عليه من نسك وأيضا هو نوع من الاستعتاب والتوبة مما وقع من تقصير وخلل ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك قال وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له وهذا لم يثبت به حديث صحيح جميع الأحاديث الواردة في هذا المعنى ضعيفة وأيضا قال رحمه الله وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله روانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن فحسن يعني دعاء طيب حسن ليس عليه ذليل صحيح ولكنه استحسان من المألف رحمه الله بناء على ما جاء به الأثر لكن ليس في ذلك حديث صحيح يصار إليه وعلى هذا فإنه لا يستحب هذا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على التلبية شيئا ولكن كان صلى الله عليه وسلم يقتصر على تلبيته ولم ينقل عنه أنه صلى على النبي ولا أنه صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى وتعوذ به من النار فالأحاديث الواردة في هذا لا تصح ولا يعتمد عليها نعم فصل ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أو لا ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه قطع بالغسل ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله فله أن يصطاده ويأكله وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيء طيب هذا ما يتعلق بذكر جملة من محظورات الإحرام ومحظورات الإحرام هي ممنوعاته والأصل فيها قوله تعالى وَلَا تَحْلِقُوا رؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُوا مَحِلَّةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَنْ مِنْ رَأْسِي فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكْ هذا الأصل فيها وأيضا ما جاء في حديث بن عمر في بيان ما ينهى عنه المحرم من اللباس ما يلبس المحرم فبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمائم ولا القمص ولا البرانس إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في محظورات الإحرام قال رحمه الله أن يتطيب وما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد إحرامه في بدنه وثيابه أو يتعمد لشم الطيب الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتطيب لإحرامه ولحل ولم يتطيب أثناء الإحرام بل امتنع منه ولما جاء يعلى ابن أمية وقد تضمخ بالطيب الخلوق قال وقد لبس جبه قال انزع عنك الجبه واغسل الخلوق والخلوق نوعه من الطيب وإذن حديث بالعمر لا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران فالأدلة على هذا مستفيدة ولكن هذا فيما يكون طيبا أما ما كان ذا رائحة زكية وليس بالطيب فإنه لا يمنعه منه ما كان ذا رائحة زكية كالنعناع وكروائح بعض الفواكه هذا لا يمنع منه المحرم إنما يمنع من الطيب ومثله الصوابين والنكهات التي في المواد مواد التنظيف لا يمنع منها المحرم ثم قال رحمه الله وأما الدهن في رأسه وبدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب أي دهن غير مطيب أما إذا كان مطيبا فإنه يمنع لأنه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى خروجا من الخلاف وبعدا عن الترفه الذي ينافي حال المحرم من التبذل وظهر الافتقار والخشوع لله عز وجل ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره التقريب الأظفار لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم هذا الأصل فيه وإلا ليس هناك دليل وقد حكي الإجماع عليه والتفث هو أخذ ما زاد أخذ الشعور والأظافر ولا يقطع شعره أي لا يقطع شيئا من شعره ولكن ما الذي لا يقطعه اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إلى ثلاث شعرات ومنهم من قال ربع الرأس ومنهم من قال يماط ما يماط به الأذان من الرأس والأقرب هو هذا الأخير الذي ذهب إليه مالك أنه لا يزل من شعره ما يمط الأذى أما لو أزال شعرة أو شعرتين أو شعرا لحاجة كما لو أراد أن يحتجم وأخذ من شعره فهذا أشار مصنف رحمه الله إلى أنه لا بأس به وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل فيما نهى عنه من حلق الرأس لأن هذا ليس حلقا للرأس إنما هو أخذ لما دعت الحاجة إلى أخذه ثم ذكر الاغتسال وأنه لا بأس به وإذا سقط شعره بالاغتسال وذكر مما يحضر منه المحرم ثالثا أنه لا ينكح المحرم هو لا يتزوج ولا ينكح أي ولا يعقد لموليته ولا يخطب وهذا الحديث عثمان رضي الله عنه ثم انتقل إلى المحظور الرابع قال ولا يصطاد صيدا بريا وذلك يقول يا أيها الذين أمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم وقول تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم السيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرما هنا يشمل صورتين ما إذا كان محرما ولو كان خارج الحرم وما إذا كان في الحرم ولو لم يكن محرما فهذا يشمل هاتين الصورتين قال رحمه الله قال ولا يتملكه بشراء يعني لا يجوز أن يتملك يشتري صيدا ولا اتهاب لأنه ممنوع من كسبه بالصيد فعمم هذا على كل أوجه التملك سواء كان ذلك بشراء أو كان ذلك بالتهاب وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يمنع من الشراء والاتهاب لأنه ليس صيدا في هذه الحالة إنما هو ملك له بالثمن قال ولا غير ذلك أي من أوجه التملك والصواب قصر الحكم على على الصيد فقط لأنه الذي ورد به الدليل وما عدا لا يلحق بما بما ذكر الله جل وعلا من النهي عن قتل الصيد قال ولا يعين على صيد أي على قتله وامساكه ولا يذبح صيدا لأن ذبحه قتل له والله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حروا فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده أن يصطاده ويأكله لأنه مما أذن فيه قول وأحل لكم صيد البحر وطعامه ترجمة نانسي قنقر